هناك أربع فئات ممنوعين من الأسماك المملحة مثل الرنجة والفسيخ والملوحة والسردين يمكن أن يحدث تسمم نعرف أن الفسيخ يحتوي على بعض الأنواع من البكتيريا التي تفرز سموم وهذه السموم ممكن تؤثر على الجهاز العصبي للإنسان وتؤدي إلى مضاعفات خطيرة نقول أن في خلال 8 ساعات لـ 36 ساعة هذا يمكن أن يؤدي إلى زغلالة في العنين وإزدواجية في النظر وممكن أن يؤدي إلى شلل في عضلات الكتف أو عضلات الإيدين وممكن أن يؤدي إلى شلل في عضلات الجهاز التنفسي ويؤدي إلى الوفاة طبعاً هذا التسمم بالبوتيوليزم أو الخطورة هذه البكتيريا ونسبة الوفاة عالية جداً جداً طبعاً ليس كل المستشفيات يتوفر فيها السم المضاد أو الانتيدوت لهذه السموم وبالتالي تتعرض هذا الشخص للوفاة لو كان هذا الفسيخ في بكتيريا كولستريديا بوتيولينا وفي نفس الوقت هذا مرض اسمه البوتيوليزم وفيه حالات وفيات حصلت كثير من الفسيخ وبالي